موسيقى 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 المتابعة نيابة طلب ندخبيهات مباشرة أمن الدولة بروح تاني من دولة طبعا توضع أصعد من الدم متعزيب وكأحبابا وكذل وكل همه يأحض معلومات وعايزة تطيع أمن التبقية يسماق أي معلومة فاري حتى لو معلومة خطيبة عدت ساعتين بروه معظمت أن بيقارن فيه وعلى يعجزي من المبني حسوى يعفق أي معلومات أصبحت نصف تسعين في المئة منهم بيغضل في السلطة. وقليل جداً لو أرى عشر في المئة ممكن لسه بيشتغل برميهم ويشتغل في التلفوك. طبعاً رضع مهزل. يعني أنا أول دموعة خناة الدردية دخلت وقدم لأضياء اللي اسمه كيابيو. ابن محمس هاي. قال لي خلاص ابن خمسوريو. وعنى والدي محمي هو اللي كان بيختار من عالي. ولكن دبت رمح يشتغل في أبوه خلاص أستاذ خلاص أستاذ. وقال لي بلت رسم عبدالله قال له هم سنقل محمس شرعبه. طبعاً مطلعنا. جئنا تاني خمسة شرع تباية انتحانات ترمي التاني بتاعة ترمي أول هيدة. بدأت كان عندي تديج من السكت وكان عندي انتحاني من الحد. وقلت وقعنا عشر طراب من عضياء مخالفة. وحين جئنا بدا من نفس الضغطي. فالمحمي بدأ ويدغطوا عليه جداً يقولوا طلب عن درمتحانات ويش ينفع. وقال لهم خلاص أستاذة تفانى إن شاء الله. وقال لنا طبعاً مخصفين إحنا خارجين والحمد الله خلاص. ويزبنا مفاجأ إلى الكفالة خمسين ألف جنون كل واحد. إحنا عشر كل واحد خمسين ألف جنون. طبعاً مبلغ كبير جداً جداً. بعيد من الأهلين أتعب تتصرف تيوان لا هو أببير جداً. وانت زين تدفع خمسة ألف جنون وانت تدفع خمسة ألف جنون وانت هفضت. قال يوم يهدك بالبيت. أو تاني يوم قضية تخطم عليك. وانت خارج إخلاص أمير عزيمة القضية. فبدأنا من الصورة أن العشر طلبة دولهم هل ندفع أن ندفعش. بدأت تسأل أهلي فقال إن أسأل ما كاش عافل تصرف من مبلغ سرعة. وبتطبعاً مخلوب منك تتصرف فيه خلال يوم أو يومين. يعني بيكتب أو يومين لإما بيتجادل لك تاني. فاتفقنا بقى اللي إحنا مش هندفع. من مبلغ كنيه وبرك الأهلية مش فع تتصرف فيه. فعملين أحايا يسمعك عجيز ونزلني قدام قضية تاني. ونزلني على مصدر ضغاني لأنها نفس القضية بدأنا خمسين في الدنيا. طبعاً بعد أن أقول له حتى قضية لك الكفالة ببيبة جداً. فإنت أضايقه ببيبة جداً مش سأل الكفالة دي. فأنت طبعاً قدام قضية تحس اللي هو حافظ هو بيجي له بتلفون بيبوش التحرير الأمن الوطني. هو شاف خلاص أنت مكتوب اللي إنت عوض وجماعة خضرة اللي إنت بشاكت. فأنت طبعاً هو مش بيسمع حتى. هو مهما يسمعي حتى معنا روبيل روبيل يسمع عنه سابقين سنة. وعمل عمليات القلب. طبعاً بتقانيب التطبيعه ودخلنا جاء القاضي من تقانيب التطبيعه. طبعاً بص بص دابت القلب أصل قاله عن حاجة من الضابط اللي جاء لك. طبعاً عندك سابقين سنة وعمل عمليات. فطبعاً فبنا يعني الواجد اللي قلنا خلاص هيجي له ثلاث سنة. طبعاً هيجي له خمسة أيوة. طبعاً هيجي له الكبير اللي هو ما ناس يكتين منهم قوية بشيش في دماغه. طبعاً كله بالتلفون. طبعاً يخطر معاً أنه في طبيعاً مثلاً في قضي في يوم الأيام في التجمع. قضي لا اتشغل هو قضي عنده ضمير جداً. وأي حاجة يتميز عنه في قضية سياسية. لم يخلص سبيله لأن قضية كلها تعبيره. وهو قضي يشتغل عنه هو قضي مشترم ويمشي الضميجه ويمشي للتلفون. بدأنا بعرفة لأي حاجة يجي يوم تقديده. عندي القضية لا؟ يقول لك لا؟ يقول لك لا. وبدأ يطلعوا عليه إشعاعات اللي ده قضية إخوانه. وبدأت مساوكه بسمعيته. وأي حاجة يجي يوم بتاعه. عشان عندي تقديد. يقول لك لا. إحنا نرحل القضية مثلاً بيوم تاني أو بعده. طبعاً كل اللي يعني في المبوعة ده أصلاً بتعامل مع القضايا اللي أنت بتحاول فلاقي قضي من 10% اللي هم الناس المحترم. إنه لأصلاً ما بتخشه إيديهم حتى ما بيبصش القضية. هو عرف القضية ملفاءة وقضية كلها كلام. يعني إنه قضي اللي تلعيني أخلاسة من 5.000 جنيه ما أبقى مبصش. يعني هو دورك بصت يعني أول معبدأ المرافعة. قال له خلاص يا أستاذ وحنا عرفينه كلام ده. يعني إداني التفاعل. هو قضي مش طاقه في خلاص. هو مش محتاجي يبص قضية قضية ملفاءة. أما طبعاً قضية التخطويني. يعني أنا مرة كلمت مع وحد فيهم. ما كانت تجديد لي أول مرة خمشة بين يوم. فكان إنتو تقول إنتو كده. إنتو كده تدفعونا لشيء واحد. إنتو كده تصنع تطلب تصنع لهذا في السجن. في طلبة كتير جداً. أنا شوف طلبة مأزكت. مبتغن بقوة دفعتهم مدينة جمعية. ومحكوم عليهم ثلاث سنين. إحنا مش عايزنا حتى يتشارك أو يتعاعد لنظام من قد التطلب. ما لاشي أي حاجة. أنا قال يدون تتشمع السلطة وإحملكم السلطة ده تضيعها البلد. وإنتو آخر التي في المقاتل. وإنه من قائمة البلد أو إحملكم الثلاثة هضيعها البلد. قال لي خلاص خلاص ما تتدخنيش موضع سياسي. أنا دام قضية فأحكم به. يعني حتى قضية دام قضية قضية تواجد المقاظة التي كانت مبتول بها. أنا مشابف المزاهرات يوم السيوخ 16-12 و أنا مسوك 8-12. يعني ان الوطن هو بيكتب التقرير غلط وكتب اللي هو ايه كان من يشابه المزارات الدمعة التقرير من حداشر اتناشر وحوانا اصلا من سوكي معاشر اتناشر فانت تقولي القاضي كده يومك لا لا دي غلطة اكتبه لانه هو حتى كده بتقريره غلط ويكتب بقى كلام بلا اساس لما الصحة وطهم عجيبة وتلقي الواحد داخل بتهمة عجيبة جدا انت رأني مثلا الواحد مثلا كان عند 23 سنة متهم اللي هو كون تنظيم هادي سنة 97 انه هو عند السنعة فانسيين والقاضي مصدد وبيجدده كب ازاي؟ طب بيعيروا لك واحد ثانية متهم اللي هو كان معه قنابل طفيله القنابل طفيله الخارف مافيش كلام على واحد ثانية متهم اللي بيته مرزن سلاح طفيله الكلام ده كلام على يعني بقى بيته مرزن سلاح ومحرزين عنه بيولاته لابته كب ازاي؟ طلو اضع مع القضاء كان صعب جدا للاسد تسكين في مئنهم بيش من السلطة بيش من نظام الحاجة بيشتغل بالتلفون عن الدول يقول له جد جد تطلع طرق طبعا الواحد مهما تكلم عن سجن او كده بس الواحد اول ما يحس التقييد وخريته بيحتشفه زي جدا الواحد حتى انا قابل ان اخوش كان ممكن واحد تشايف زمانه بيعتقل يعني الامر وارد بالنسبان لك لكن انت اول ما يدفل عليه باب الزنزانة وتحس انت مقاعد حريتك ده احساس طبعا لبسك بحيث اهلا فرعا اولدتي كانت متأسرة جدا مزيارات في الاسم والذات كانت زيارات وقالات تزيد عندي ايه 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 دخل الأكل لا وما يدخلوش طبعا اول كام عندنا كان صعر جدا بالنسبة لأهلي هو مش عايفي شرطي مش عايفي طبعا ايه 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 احنا عادتنا مع بعض احنا مبنوع كلها طبعا احنا جمعنا جاتا في الجماعة وطلبة في طلبة وطلبة في حندسة ومن جميع التدهات ومن جميع الطائرات وفيه يعني كوكتيل جميل جدا جهة اسموس طبعا احنا بتحاول تعمل برنامج اليوم بتعدي اليوم بحيث كالدنيا رو الصبر بالفعل احنا نحاك ترسين برنامج اليومي تمامين صباحية وليل حلقة صمر ووقفوا الناب نعمل درس العلم فالدنيا تابل الوقت يعني جزيز جدا جوا احنا بتحاول تعديلوا اما كانت انا عطيق خريصة احنا بتحاول تعديلوا اما الان لازم لله يسرع الأخبار عن تعذيب الزرون عن التهاث اي شتغب عن الذز lawsuits因 انا قلبي في صفياة عن ذيها نقل imagem والذي احناn منخiras من الس пару achieve 10 ديnaire ربع ساعة مهما كان برنا كان برنا فين هو ي absentعطف عليه فانت تحاول قد لا تimientos ل sign he بينهم انت معلوماتك عالية وروحك كويسة وانت استحمله وثابت ونكمله انت طبعا بيأسر عنه برد بطير اما ليه كده يعني هو رواديتي جات وشريكي ينكشع ورشببتني مثلا تعبان او زعلان ممكن تقعد مثلا كل اسبوع في سين ممكن تقعد حد الاسبوع يبعده تحرك نتل وزعل طبعا الوضع طبعا براحلين صعب جدا انت مثلا لو واحد اتفني رسوا واحدة برسوا فلاكوا طبعا انا مثلا طالب ومعليش مسئوليات انا كان معي ناس ثانية واحدة مثلا عنده ثلاث بنات وزوجته وزوجته لوحدها بتيجي لوحدها بالثلاث بنات وهو بيسوف عليهم في الواضح بيزوله بقى صعب لدن باب يعني واحد يتدخل من أسرة بتوعب أسرة كلها هما مش تقعين عائلة يسوف عليهم ومسلوات معها بنات بتيجي ليون كل نسبوع السين والزيارة السين طبعا عشان تخصي الزيارة أصلا صعب الطبوع ممكن تقول طبوع ثلاث ساعات واللي تقلب طبعا وتهزير ومسموك بثلاثة بس يعني كان يجي مثلا تروح من الزيارة وانت ببعر بيقول لك ترس ملاكش زيارة خالص فلوك ومشوا طبعا ظابط واقفة عادي إلا ألا وعلى أحياني وأي أهل ديج أي واحد تتكلم ممكن توفع حين تروحش زيارة الهالي يعني أنا أولدي كان يتحركت الساعة كامسلا يصال ينفاجه ويمشي عشان يخشيني الساعة 13 يعني هو مثلا يقول بيقى دام السجن الساعة 16 سرعة جود من السرعة عشان يجروني الساعة 13 ويا بيتك مثلا عاد في مكان أدامي ومكان محترم لأني انت واقف في طرور طويل ومع والدتي وأختي وعاد في طرور طويل جدا وتهزيق وشديمة واللي بسكت يا نجازة ويسكت يا نزد طبعا واضع ويعني أنا أقول لي ما بيخيلي ما خربك إلي أنا قلت للأسف بس تحمل بالعافية ماشي ماشي حاضر حاضر كل عشان عاد يا زيارة أما دعني قلت في الاسم الوضعي كان في زيارات صعب جدا جدا من زيارة لا تزيل عندي وكمان في سلك فأنت الوضعك بتلحش في حاجة واقف ورق مخبر واقف ورق أهلك مخبر فأنت مش عاق تتكاين حتى في أي حاجة الوضع بتسليمهم اللي هتسليمهم من هدومك أو حاجة مفلقية ودقوا بالأكل اللي هيدورك عنهم هيك حمل ذا وخلص أنا عندي نصحتين الناس اللي برر معتقل برسوا أول نصيح حال المعتقل هو أنت عندك 25-30 ألف معتقل عدد يتوقع 25-30 ألف الناس دي قوي محتاجة تشوف اللي انت بتجاهل أو بدي تشترع خمضيتهم لأنك تتفرح جداً لمعرس المسائلات الشرغالة والمساهلات الشرغالة والناس الشرغالة والناس الشرغالة طبعاً إيشنا علينا ذلك إيه اللي قوي؟ وليهم حق عليناك كي قوي أنت مينفعش تفرض حقهم بابا أو تسكت أو تقص في بيتك فأنت أبك لأنت تكمل بابا الناس اللي داخلت عشان مطالب معي أو حتى مش شان مطالب ناس تي منها مظموني فأنت أدوق أن أنت تطالب بحقهم وأنت عليك العمل بس ومش عليك النتيجة دي هو مصيح فإن نصيحة للشباب هو عتوقع نفسك وسط إيه الناس الزمن أنت بتمكن نفسك ناس الزمن فأنت حريتك بالنسبة لك شيء مهم جداً ولازم تحفظ على حريتك الأقصى ضعيف وليه أنت ورب تخذين جامد جداً وليه أنت تتمنى أنت تتمنى أنت تتمنى أنت تتغذي من الأضايا بابا وليه أنت تتكمل بابا عشان تنفع ناس اللي هو عشان هما يعيشنا مثلاً ويهلوا عن محاكم كما يجوا يمحروننا بالجلسة كانوا بدوننا في مقواز نقلع مقواز عادي مقواز سيربيز ما بيورناش في كباية شرطة نجلت الخوف فأحد لم تقوم دينا البقصة شرطة كان بيخبروا أنه أبوه ألا وما يخبروش عادل بسلاح وسلاح يخبروه فأنت كل ما تشد وراء كل ما تشعر وراء أكتب كل ما هو معطراً هو بيحس إن تيجي الده وبيحس جدي ناس شارع عشان خطر تبعاً تحافظ كل شعر يحافظ على حويته الأقصد